بات الانتظار أمام المستشفيات مشهدا مألوفا في إيران حيث تضرب الموجة الخامسة من فيروس كورونا البلاد على وقع انهيار وشيكا لنظام الصحي والذي لم يعد يستطيع توفير مزيد من الأسرة أو مادة الأكسجين للمرضى الذين يموت منهم شخص كل دقيقتين ونصف بينما يصاب إيرانيان اثنان كل ثانيتين بعدوى الفيروس أمام هذه الكارثة الصحية لا يزال النظام الإيراني متمسكا بحظر اللقاحات الأجنبية مؤكدا على أهمية اللقاح الإيراني الذي لم يعرف تماما مدى نجاعته في مشهد غريب وضع البلاد على فوهة بركان خامن الذي ظهر بنفسه كمروج للقاح الإيراني أشار إلى أن مكافحة فيروس كورونا أصبح هاجس البلاد الأول في تصريح يعكس حجم الفشل الجاري بعد تصلب المواقف الذي لم يجني منه الإيرانيون إلا الموت ومع تذرع النظام الإيراني بأن الغرب والعقوبات الأمريكية وراء انهيار القطاع الصحي في إيران تبرز تصريحات إدارة الغذاء والدواء العالمية لنقض تلك الفرضية من أساسها ونفي ما يشاء عن حظر استيراد أنواع لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية فإنه لغاية منتصف الشهر الحالي تلقى أربعة بالمئة فقط من الإيرانيين لقاح كورونا بشكل كامل لتكون النتيجة وفاة خمسة وتسعين ألف شخص حتى الآن بينما وصل عدد المصابين إلى ما يقارب ثلاثة وأربعين مليونا بفيروس كورونا في بلد يصل عدد سكانه إلى 82 مليونا وهو ما يعني كارثة محققة يصارع فيها الإيرانيون الوباء هذه المرة مع وجود أزمات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية يحملون فيها النظام الحالي لا غيره المسؤولية عن إيصالهم لهذه الأوضاع الحرجة اشتركوا في القناة